مع مشاهدينا نروح دلوقتي لموجز الأهم وآخر الأنباء مع دينا تفضل يا دينا شكرا لك بسانت تتساعد صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية تكاتف الجهود الدولية لوقف الحرب في قطاع غزة ومنع توسع تدعيتها إنسانيا وأمنيا وخلال استقباله سانتور لينزي جرهام زعيم الأقلية الجمهورية باللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكية حضر الرئيس السيسي من خطورة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية كما أكد الرئيس السيسي ضرورة انخراط كافة الأطراف بجدية للتواصل إطفاق لوقف إطلاق النار بما يسمح بالتقدم نحو تطبيقها لدولتين كونه المصار الأمثل لضمان العدل والأمن المستدام بالمنطقة ومن جانبه أشهد جرهام خلال اللقاء بالدور المحوري والأساسي الذي تقوم به مصر لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة كشف مصدر رفيع المستوى عن عقد اجتماع مصري أمريكي إسرائيلي اليوم بالقاهرة لبحث إعادة تشغيل معبر رفح وأكد المصدر أن هذه الخطوة تأتي في إطار موقف مصر الثابت من عدم فتح معبر رفح طالما بقيت السيطرة الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني وحمل المصدر الجانب الإسرائيلي مسؤولية النتائج عن إغلاق معبر رفح وعتفاق من الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة مشيرا إلى الجهود المصرية المكثفة للعودة لمفاوضات الهدنة في ضوء الطرح الأمريكي الأخير أصدرت مصر وقطر والولايات المتحدة بيانا مشتركا بصفاتهم وسطاء في المناقشات الجارية لضمان وقف إطلاق نار في قطاع غزة وإطلاق صراح الأسرة والمحتجزين ودع البيان المشترك للدول الثلاث كل من حماس وإسرائيل لإبرام اتفاق يجسد المبادئ التي حددها الرئيس بايد في قطابه الأخير وأكد البيان المصري القطري الأمريكي أن المبادئ التي يحتويها المقترح الأمريكي تجمع مطالب جميع الأطراف معا في صفقة تخدم المصالح المتعددة ومن شأنها أن تنهي بشكل فوري المعاناة طويلة لكل سكان قطاع غزة تظاهر ألاف الإسرائيليين في تل أبيب للمطالبة بقابول مقترح وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن ورفع المتظاهرون الأعلام الإسرائيلية والأمريكية في الساحة المركزية إلى جانب لفتات تطالب بعودة المحتجزين لديارهم كما أعرب المتظاهرون عن خشيتهم من أن يتنص نتنياهو من الاتفاق أعلن الرئيس الأشيلي جابريال بوريتش أن بلاده ستنضم إلى جنوب إفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية وقال بوريتش في خطاب ألقاها أمام كونجرس بلادي إن القرار جاء في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وكانت جنوب إفريقيا قد لجأت في ديسمبر الماضي إلى المحكمة التي أمرت إسرائيل في يناير ببدل كل ما فوسيها لمنع أي عمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة أعلن وزير الدفاع الصينية دونج جونج أن بكين منفتحة على إجراء اتصالات عسكرية مع الولايات المتحدة بعد أن عقد وزير الدفاع البلدين أول محادثات معمقة وجه للوجه منذ 18 شهرا أدلى دونج جونج بهذه التصريحات في خطاب ألقى خلال منتدى أمنيين كبير التقى خلاله وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن والذي أكد من جانبه الالتزام الذي قطعوا الرئيسان جو بايدن وشي جين بينج في قمة سان فرانسيسكو في نوفمبر 2023 بشأن استئناف المحادثات الهاتفية على مستوى القادة العسكريين في الأشهر المقبلة ختم مجزئات تاسعة فاصل ونعود لحضراتكم لإستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر